اشتركوا في القناة الفقه تيطواني كان لقاء جد متمر تمت مناقشات مجموعة من الملفات المتروحة على الصحة الوطنية المناقشة كانت جدة شفافة ما كانش طبوهات ما كانش حاجة اللي تخبت والفرق لا الاغلبية ولا المعارضة دواوا بكل صراحة في الملفات اللي هي اليوم حارقة اللي لا على مستوى تخليق الحياة السياسية في البلاد لا لا الاشكالية للتعليم لا الاشكالية اليوم في التنزيل ديال البرنامج الحكومي لا على مستوى الدعم المباشر وهاتش يكون له هاد اللقاءات خسنا نكترو منها لاننا خس الفاعل السياسي يخرج باش يتواصل مع المواطنين المغربي ولان النقاش العمومي خسو يرجع يعني ويسترجع يعني المكان دياله في اطار ساحة السياسية لانها دي مساهمة في نقاش عمومي بحضور يعني وهو يعني بحضور يعني محل المجموعة للفاعلين سواء من المعارضة او من الاغلبية وهذا مثل هاد اللقاءات اساسية لانه الى خلينا يعني الفضاء فارغ راكي الناس يوم تيجيوا بدون معطيات بدون يعني معرفة دقيقة بالملفات لغير ذلك وانكلم انهم وهذا ليس فيه تأطير كذلك وتعبير عن اراء للغلبية والمعارضة دي مسألة المسألة الثانية وهو انه نحن نمر بحض المرحلة دقيقة يعني في تطوء في المغربي وهذه المرحلة دقيقة لانه هناك يعني واحد تحديات كبرى للجفاف لما يقع المستوى العالمي من حروب حرب على غزة الى غير ذلك تقلبت الى هاد وكذلك هناك يعني فرص اللي هي اساسية خصوصا الورص ديال الحماية الاجتماعية للإصلاح التاليم ديالإصلاح الصحة هذو ثلاثة أوراش مهمة جدا يجب أن نجحها فيها نعم هناك بعض الأحيان تتوقع فيها يعني مطبات تتوقع فيها يعني بعض التعطورات ولكن أساسي أننا نجحوا فيها لأنه هذه مسألة تتعدى حتى يعني الفوارق ما بين المعارضة ما بين الأغلبية هذه مسألة تتهم مسائل مجتمعية ولهذا يعني أنه النقاش فيها والتفاعل والتواصل وكذلك النقاش إلى غير ذلك أساسي جدا لأنه بهذا النقاش هذا باش يمكن لنا أننا نغني وتجربه في هذا الإطار هذا سواء بالنسبة للحكم ولا بالنسبة للمعارضة المعارضة را يمكن لك ذلك أننا تكون في حكومة يعني في مستقبلا لأنه هذا ورش سيطول أكثر من عمر الحكومة هذا زمن أكثر لهذا بأنه كان الرؤية هذا الصاحب الجلالة الذي يرعى هذه الأوراش وتنزيل ديالها غادي يكونوا فيه يعني تحديات وذلك تحديات يجب الحديث عنها يجب الكلام عنها باش يمكن لنا أننا نوصلوا إلى إلى الأهداف هو دفاع اللي فهموه جميع الفاعلين وأنا أشدوا على أيدي الأساسي دا فهموه كذلك وكيعبروا عليه تقلوبي أنه نحن نريد تعليما في المستوى ونريد متنجودة في التعليم ونريد شروط ديال العمال والحكومة كذلك تجاوبات مع المطالب ديالهم إذن أنا تنظن هناك واحد توافق بأنه رخصنا واحد المدرسة ديال الرياضة قصنا واحد مدرسة ديال الجودة وراء ممكن تش واحد ممكن ليش واحد لي ديره بوحده ممكن للوزارة ديره بوحده ممكن نقابة يديره بوحده من أغير كله سوك الأباء والتلاميذ والمدرسة ولكن لأساسي أنه الكل فهم بأنه الوحدة الأساسية باش ممكن لينا نديره إصلاح حقيقي ديال التعليم هو القسم والقسم خصنا أنه الأستاذ يكون مرتاح يعني بمسبة للراتب دياله وإلى غير ذلك أنه يكون واحد الموحد ديال المدرسة ما فيش الكتداد وفيه جميع الوسائل ويدغو جيلي كحتاج للأستاذ يكون واحد طير ومواكبة من طرف المفتشين إلى غير ذلك ويكونوا كذلك وهذا كله وهذا يعطي واحد النتائج اللي هي مرجوة أنا تنظن أنه وعدنا يعني من خيرة الأساسي دا وعدنا أنها تسودي نعم كين هناك تكوينات لخصة تكون كين مواففة إلى غير ذلك ولكن خصنا ننجحوا هذه العمليات أنا دوري هذا الكبير جدا لكانوا تعبيرات يعني الناس عندهم مطالب معينة ويريدون أن نعبر عنها راحنا بلد الحرية وبلد كذلك التعبير عن المطالب لأن بشي مطالب ويريدون أنه يعبر عليها ويريدون أن مزارة ويريدون أن أمر وليس الإدراب هو الوسيلة الوحيدة لتعبيرات للمطالب ويريدون أن تكون في إطار الحوار الاجتماعي وتكون في نساء الأخرى شكرا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك